السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام أحد أكثر الكتب مبيعاً في أمريكا هو كتاب Influence the psychology of persuasion التأثير وسيكولوجي الإقناع للبروفيسور الأمريكي روبرت شالديني هذا الكتاب يتناول في الفصل الثالث منه أسلوب الالتزام والتوافق commitment and consistency الالتزام والتوافق كواحد من أنجح الوسائل في الإقناع حيث استخدمه المحققون الصينيون لإقناع الأسرى من الجنود الأمريكيين بالتعاون معهم في الحرب الكورية وقد قام الأخ محمد الكلاني بترجمة هذا الفصل وإسقاطه على واقع الحركات المنتسبة إلى العمل السياسي الإسلامي والتي تستدرج إلى فخ الالتزام والتوافق لحرفها عن مسارها وسنرى إن كان هذا ينطبق أيضاً على ما يحصل الآن في سوريا من استدراج لبعض الفصائل المقاتلة للالتحاق بالمجلس العسكري وإفشال مشروع الدولة الإسلامية سنعرض بداية لما جرى مع الأسرى الأمريكيين لنفهم من خلاله أسلوب الالتزام والتوافق قصتنا تبدأ مع الأسرى الأمريكيين العائدين من معسكرات الاعتقال في الصين الشيوعية بعد الحرب الكورية التي اشتركت فيها دولتان في الخمسينيات من القرن الماضي حيث تفاجأت القيادة الحربية الأمريكية بنجاح مقلق للمستجوبين الصينيين في تطويع الجنود الأمريكيين واستخراج المعلومات منهم بدون استخدام الأساليب الوحشية أو التعذيب فقد كان الأسرى متعاونين إلى أقصى الحدود في الإبلاغ عن محاولات الهروب لزملائهم وكانوا يقدمون هذه المعلومات دون إكراه وبمجرد أن تعرض عليهم مكافأة لا قيمة لها ككيس من الأرز على إثر ذلك شكلت القيادة الحربية الأمريكية فريق التقييم النفسي والعصبي بقيادة الدكتور هنري سيغال الذي قام باستجواب أسرى الحرب العائدين بشكل مكثف للوقوف على طرق الصينيين في استمالتهم للتعاون معهم وتغيير قناعاتهم فتبين أن الصينيين يعتمدون طريقة انتزع تنازلا صغيرا ثم ابن عليه بحيث ينتزعون من الأسير الأمريكي أي تنازل يسير ثم يوثقون هذا التنازل ثم يستدرجون الأسير إلى الاعتراف بتبعات ولوازم هذا التنازل فيلتزم الأسير هذه التبعات ويقر بها إلى أن يجد نفسه يغير نفسيته ليصبح منسجما مع موقفه الجديد ومن ثم تتفاقى متنازلاته إلى أن يصبح في النهاية عميلا من حيث لا يشعر هذه هي خلاصة أسلوب الالتزام والتوافق تعالوا نتابع تفاصيل هذه القصة لنتفهم هذا الأسلوب بعمق بداية كان الصينيون يطالبون الأسير الأمريكي أن يعطي تصريحات تبدو في غاية البساطة وبدون أي تبعات تذكر مثل الولايات المتحدة الأمريكية ليست كاملة أو لا توجد مشكلة البطالة في الدولة الشيوعية ولكن ما إن تتم تلبية هذه الطلبات البسيطة حتى يطالب الأسرى باتخاذ موقف آخر يبدو نتيجة تلقائية للتصريح الأول لكنه يمثل تنازلا أكبر وتلبية أقرب لمطالب العدو فمثلا الأسير الذي يوافق مع المستجوب الصيني على أن الولايات المتحدة ليست كاملة يطلب منه كتابة قائمة بهذه المشاكل في أمريكا التي تجعلها غير كاملة ثم يوقع باسمه على القائمة ثم بعد فترة يطلب منه قراءة هذه القائمة في مجموعة نقاش مع الأسرى الآخرين وقد يطلب منه بعدها أن يكتب مقالا يتوسع فيه بشرح تفصيلي للنقاط التي كتبها في قائمته وجوانب تلك المشاكل ويقال له في ذلك كله أليس هذا ما تعتقده أنت بنفسك دون إجبار أحد لا نطالبك بأكثر من أن تصرح بمعتقدك إن كنت واثقا من معتقدك فأنت على استعداد أن تلتزم به أليس كذلك وهذا ما نقصده بالالتزام كوميتمنت صرح تصريحا بسيطا لكنه التزم بتبعاته وكان الصينيون يجرون مسابقات بين الأسرى الأمريكيين لأحسن مقال عن مقارنة أمريكا بالشيوعية وأحيانا يفوز مقال يمدح في عمومه الولايات المتحدة لكنه يلين لوجهة النظر الصينية الشيوعية في موضع أو موضيعين المهم انتزاع أي تنازل مهما كان بسيطا ثم إذا بالصينيين يبثون مقال الأسير الأمريكي مع اسمه على الراديو الموجه للقوات الأمريكية المقاتلة وكذلك في كل معسكرات الاعتقال بحيث يسمعه الأسير نفسه وفجأة يجد الأسير الأمريكي نفسه قد قام بتصريحات تخدم العدو أي أنه أصبح بطريقة أو بأخرى متعاونا مع العدو والمهم جدا في الأمر أن الأسير يدرك في قرارة نفسه أنه قد قام بما قام به وكتب مقاله واتخذ مواقفه طواعية بدون تهديدات شديدة أو إكراه فلو تم الأمر بالإكراه لواجد الأسير لنفسه عذرا لمواقفه هذه وكذلك الناس حوله بل سيؤدي الإكراه إلى نفوره من المواقف التي اتخذها ورفضها وتبرئه الداخلي منها لكنه في الواقع فعل ما فعل دون إكراه فينتهي الأمر بالأسير إلى تغيير نظرته إلى نفسه حتى يصبح متوافقا ومنسجما consistent مع الفعل الذي قام به ومع التعريف الجديد لنفسه كمتعاون مع العدو بدأ الأمر بتصريحات تبدو تافهة وعديمة القيمة لكن الأسير التزم بهذه التصريحات ثم استدرج لخطوات أخرى غيرت من نفسيته وهذا التغيير بدوره سمح له بتقديم تنازلات أكبر وهكذا دواليك على مبدأ الحلقة الخبيثة vicious cycle إلى أن يكتب مقالا موسعا ينتقد فيه نظام الدولة التي كان يحارب من أجلها بل ويتعاون مع عدوها هذه هي خلاصة أسلوب الالتزام والتوافق وقد لاحظ الفريق النفسي أربعة عوامل مهمة للغاية لضمان فعالية هذا الأسلوب في تغيير موقف الأسير وقناعته العامل الأول ضرورة أن يوثق الأسير الأمريكي موقفه أو تصريحه حيث أن هذا التوثيق أقوى في تغيير انطباعه عن نفسه وانطباع زملائه عنه فالشخص يستحضر لا شعوريا مواقفه السابقة وخاصة الموثقة منها وكأنها المصدر الرئيسي لمعلوماته عن نفسه وتحديد شخصيته وعليه فقد كان الصينيون حريصين على انتزاع موقف موثق منسجم مع رغباتهم إلى درجة أن الأسير إذا رفض أن يكتب العبارات المذكورة مثل الأمريكا ليست كاملة أو لا بطالة في الشيعية فإنه كان يطلب منه نسخ سؤال وجواب مكتوبين له مسبقا فيهما هذه المعاني فهذه الكتابة بخط يده كدليل ملموس تستدرج الأسير إلى التغيير النفسي ولو بدأ قليلا كما أن الصينيين كانوا يطلعون الأسرى الآخرين عليها لتغيير نظرتهم إلى زميلهم والغريب في الأمر أن الآخرين حتى وإن علموا بأن الكاتب لم يختر كتابة تلك السطور بدافعية ذاتية إلا أنهم سيشعرون بأن تلك الكتابات تمثل حقيقة اعتقاد الأسير وإحساسه طالما أن صياغتها لا تشعر بأنه كتبها مكرها وهذه خلاصة دراسة لعالمين نفس إدوارد جونز وجيمس هاريس وليس ببعيد عن أذهاننا التراجعات التي نشرت منسوبة إلى بعض منظري تيار الجهادي وتأثر الناس بها على الرغم من معرفتهم بأن هؤلاء المنظرين كتبوها في الأسر ولا زالوا في الأسر تغير نظرة الآخرين لك تجعلك في النهاية تغير نظرتك إلى نفسك العامل الثاني لضمان نجاح الاستدراج إلى الالتزام والتوافق هو الالتزام العلني فالذي يتخذ موقفا معلنا يكون أكثر التزاما به ودفاعا عنه ممن لا يعلن موقفه على الملأ لذا فقد كان الصينيون في المسابقات المذكورة يأتون بالمقال الذي يلين ولو قليلا للشيوعية وسط مديح كثير لنظام أمريكا فيعلقون هذا المقال في معسكرات الاعتقال ويبثونه بالراديو ليجد صاحب المقال نفسه مدفوعا إلى المحافظة على الموقف الذي اتخذه مبررا للتصريح الذي صرح به ليبدو كإنسان لديه مبدأ ثابت كإنسان منسجم مع ذاته ومتوافق مع أفعاله وهنا حبكة الموضوع فالشخص الذي يتصرف بأشكال متناقضة يبدو في عيون الناس متقلبا غير واثق مشتة الفكر غير جديرا بالثقة وهذه الخصائص كلها مكروهة من المجتمع ومن الشخص نفسه بينما يبدو الشخص المتوافق الثابت في تصرفاته بأنه واثق سديد الرأي ولذلك فإنك تجد الناس يسعون دائما لأن يكونوا متوافقين في تصرفاتهم ويتجنب كل ما يمكن اعتباره تضاربا في مواقفهم العامل الثالث هو الجهد الإضافي المبذول فهذا يؤدي إلى التزام أعلى في عام 1959 قام الباحثان إليت أرنسون وجيدسون ميلز بدراسة بيّنت أن الشخص الذي يخوض ألما وعناء شديدين في سبيل الحصول على شيء ما فإنه يعطي هذا الشيء أهمية أكبر بكثير ممن حصل على الشيء ذاته بجهد أقل وفي حالة الأسرى الأمريكيين فإن كتابة مقال موسع سعيا للفوز في المسابقة لم تكن أمرا سهلا العامل الرابع والأخير لنجاح استدراج الأسير بأسلوب التوافق والالتزام هو الاختيار الذاتي الاختيار الذاتي وهو العامل الأكثر أهمية ففي تجربة الأسرى الأمريكيين قد يتبادر إلى الذهن أنه حتى يتم تحفيز الأسير للفوز في مسابقة بكتابة مقال يلين للشيوعية فإن الجوائز مقابل ذلك يجب أن تكون ذات قيمة عالية ولكننا نجد أن الجوائز كانت ذات قيمة قليلة فمن بعض السقائر إلى القليل من الفواكه الطازجة وليس جائزة كبيرة مثل ملابس دافئة في البرد القارس أو تسهيل الاتصال بالعالم الخارجي كان هدف حجب الجوائز الكبيرة هو أن يحس الأسير بأن كتاباته هي ملكه ونابعة من ذاته بدون أن ينظر لنفسه على أنه كتب ما كتب طمعا في جائزة كبيرة والمقصود من ذلك كله هو أن يتحمل الأسير أمام نفسه مسؤولية عما كتب فالهدف من هذه المحفزات هو تحفيز الأسرى للمشاركة في المسابقة والحد من قيمتها هو لألا يشعروا بأنهم غيروا مبادئهم من أجلها إذ أن المطلوب هو أن يقبل الأسرى المسؤولية الذاتية الداخلية عن عملهم وكتاباتهم ويشعروا بأنهم ملزمون بها ومضطرون للدفاع عنها كانت هذه خلاصة تجربة الأسرى الأمريكيين الذين قدموا تنازلات تبدو عديمة التبعات في البداية لكنهم وصلوا في المحصلة إلى تغيير مبادئهم والتعاون مع العدو ما علاقة هذا كله بانحرافات الإسلاميين في العمل السياسي وانحرافات الفصائل المقاتلة في سوريا بل وانحراف الأفراد بل وبعض الدعاء هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله وهي حلقة في غاية الأهمية فتابعوها والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إخوة الكرام تكلمنا في الحلقة الماضية سيكولوجي الانحراف عن أسلوب الالتزام والتوافق الذي استخدمه المحققون الصينيون في استدراج الأسرى الأمريكيين إلى تغيير مبادئهم والتعاون معهم اليوم سنتأمل إسقاطات أسلوب الالتزام والتوافق على واقع الحركات المنتسبة للعمل السياسي الإسلامي رأينا في سيكولوجي الانحراف أن الأسير كان يطالب بداية بتصريح يبدو عديم الأهمية عديم التبعات ينتقص فيه ولو قليلا من نظام دولته أو يلين قليلا لنظام الدولة المعادية بدأ الأسير بعبارات مثل أمريكا ليست كاملة أو لا بطالة في الشيوعية وتدرج به حتى أصبح في النهاية واشيا عن رفقاء سلاحه إن حاولوا الهروب من معتقلهم قارن ذلك بتصريحات بدأت بها الحركات الإسلامية السياسية مثل الديمقراطية مبدأ باطل يتعارض مع الإسلام لكنها الوسيلة الوحيدة المتاحة للوصول إلى الحكم الإسلامي فسنتخذها مطية لذلك لا هدفا إذن بدأ الأمر بإنكار الديمقراطية لكن مع اعتبار التعاطي معها ضرورة ثم تطورت الأمور فأصبحنا نسمع اعترافا بالديمقراطية فإذا ما رجعوا قالوا نحن لا نتكلم عن الشق التشريعي من الديمقراطية إنما عن آليات الديمقراطية ووسائلها إذن أصبحت كلمة ديمقراطية عندهم حمالة وجوه يجوز إقرارها بنية الوجه الصحيح منها الذي لا يتعارض مع الإسلام ثم تطورت الأمور إلى أن أصبحنا نسمع عبارات مثل لابد من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع إرادة الشعب هي الفيصل في المبادئ والأفكار وهذه التصريحات هي خلاصة الديمقراطية التشريعية خلاصة الديمقراطية كمنهج حياة ثم وصل الأمر إلى إيجاب التصويت بنعم للدستور الديمقراطي معللا بعضهم ذلك بالعبارات المقيدة في المضابط الخافية عن عيون الناس بينما يعترف البعض الآخر بأنه دستور شركي لكن يرى إقرار هذا الشرك هدفا مرحليا لمنع استبداد العلمانيين والفلول هذا فيما يتعلق باللين للنظام غير الإسلامي كما كان الأسير يلين للنظام المعادي شيئا فشيئا أما فيما يتعلق بانتقاص الأسير من نظام دولته شيئا فشيئا فيشبهه في واقعنا التصريحات المتتالية التي فيها غض من قيمة الشريعة أو اجتزاء منها بطريقة أو بأخرى فبداية كانت الشريعة كاملة هي المطلب الأوحد الذي لا نكوص عنه في حال الوصول إلى الحكم ثم إذا ببعض الحركات السياسية الإسلامية تشارك في السلطة فتلتزم بالقانون الوضعي مما أثار عليها المطالبين بتحكيم الشريعة فواجدت الحركات السياسية نفسها وسط معركة الرد والإفحام مضطرة للدفاع عن نفسها وعما تبنته من ديمقراطية ومنتقصة لخصومها وما يدعون إليه من تطبيق الشريعة وهنا الخطورة الانتصار للنفس وللمنهج المنحرف كان في المحصلة على حساب الشريعة وأدى إلى الانتقاص منها بوجه أو بآخر فمرة يميع مفهوم الشريعة بعبارات مثل من قال أن الحركة الفلانية لا تطبق الشريعة بل هي تطبق الشريعة الشريعة تعني العدل تعني المساواة وهذه موجودة في ظل الحكومة الفلانية ومرة يصرح بأن الحدود هي أحكام فقهية وليست من مبادئ الشريعة وأن المطلوب إنما هو الالتزام بمبادئ الشريعة ومرة يتعذر أصحاب هذه المناهج لأنفسهم بأن الناس لا تريد الشريعة ولا تتحملها وهذا انتقاص وأن تطبيقها سيفجر البلد في إيحاء نفسي سلبي خطير فاشل للشعوب التي تسمع وترى هذا الصراع الفكري وما يدور فيه فتخوف من الشريعة مع أنها كانت أكثر حماسة لتطبيقها من الإسلاميين أنفسهم في البداية ومرة يسلموا بوجوب تطبيق الشريعة لكن بشروط كأن يكون تطبيقها مشروطا بموافقة البرلمان أو تطبيقا بالتدريج أو أن تطبق بعد حل مشاكل المجتمع وقد بيّن بالتفصيل في حلقات نصرة للشريعة انتقاص ذلك كله من الشريعة وتهزيله لمفهومها لكن لاحظ أنه حتى تلك المرحلة كان يسلم بوجوب تطبيقها إنما بشروط ومحددات ثم إذا بنا نسمع شعارات مثل الحرية قبل الشريعة الاستقرار قبل الشريعة في سياقات تصرح أحيانا بأن هذه القيم كالحرية والمساواة والاستقرار مقدمة على الشريعة سواء أفضت إلى تطبيقها أم لم تفضي إلى أن وصل الأمر وسط معركة الجدال إلى أن نسمع من إسلاميين لمزا بالشريعة وأقوالا لا تختلف في مؤداها عن أقوال العلمانيين وكأنهم انتهوا حيث بدأ العلمانيون فسمعنا من مفتي حركة مدافعا عما فعلته حركته بجماعة منادية بتطبيق الشريعة سمعنا قوله هؤلاء يتباكون على الشريعة المعطلة في نظرهم ولا يهدأ لهم بال حتى يروا رؤوسا تتطاير وأيدي تقطع وظهورا تجلد وهذا فيه لمز واضح بالحدود الشرعية ونفور وتنفير منها للأسف الشديد وسمعنا في فتنة الدستور من شخصيات معتبرة عبارات مثل لا مكان حاليا لإقامة الخلافة اذهبوا وأقيموا دولتكم وطبقوا الشريعة في الصحراء وهي عبارات لا تختلف عن عبارات العلمانيين والله المستعان كما وصل الأمر إلى أن يبرر المبررون بأن هذا الحزب الإسلامي أو ذاك لم يأتي أصلا لتطبيق الشريعة إسلامي ولن يطبق الإسلام سبحان الله إذن إخواني بدأ الأمر بتصريحات بسيطة كلمة هنا أو جنة هناك يعتبرها البعض غير ذات قيمة لكن قائليها التزموا بها واضطروا للدفاع عنها ثم إذا بالركب ينحرف بشكل كامل الانتقال من تنازل لآخر كان سيابيا ولا شعوريا أحيانا ساعد في هذا الانتقال ونجاح أسلوب الالتزام والتوافق في حرف الحركات السياسية عوامل منها أولا أن كل تصريح منحرف خطير كان يلقى جيشا من المبررين المغلبين للعاطفة الذين يحسبون حسن الظن نافعا على كل حال ولا يعلمون أنهم بوضع حسن الظن في غير موضعه يساعدون في انجراف الناس إلى الهاوية وإنفاذ مخططات الأعداء بينما هم يشوشون وتطغى أصواتهم على صرخات المصلحين المحذرين فتعذر هؤلاء المبررون بداية بأن هذه التصريحات سياسية يراد بها مراوغة العدو وكف شره إذن هي تصريحات باطلة باعترافهم لكن لها ما يبررها لكنهم انتهوا بتبرير الباطل ذاته في النهاية العامل الثاني هو عامل الالتزام العلني فالتنازلات عن الثوابت موثقة توثيقا مرئيا ومسموعا ومكتوبا ولذا حرصت الأنظمة وصاغت الدساتير على إلزام النائب والرئيس بالقسم على احترام الدستور الذي يجعل التشريع لغير الله تعالى وهذا من أكبر فخاخ الالتزام والتوافق ومع ذلك تجد من يقول أن هذا القسم مفسدة تغلبها مصلحة الإصلاحات المنشوذة وهذا حقيقة من السذاجة والضحالة الفكرية والجهل العميق بالأبعاد النفسية لمثل هذا القسم فضلا عن حرمته شرعا ثم عند كل تنازل لم يهدأ بال لأعداء الإسلام الصرحاء حتى حشروا هؤلاء المتنازلين في الزاوية وألزموهم بتبعات تصريحاتهم وتطبيقاتها الواقعية فأقر بها المتنازلون علنا قالوا لهم هل سترضون بنتائج الصندوق أيا كانت ردوا نعم أيا كانت فشكلت هذه التصريحات والمواقف تنازلات جديدة فتحت عليهم جبهة جديدة مع من يحاكم مواقفهم إلى شريعة الله تعالى فوجد المتنازلون أنفسهم وسط مثلث فمن زاوية أعداء الإسلام الصرحاء الذين يحس المتنازلون تجاههم بعقدة النقص ولا زالت أرواحهم محبوسة في سجونهم وإن أخرجت أجسادهم الثورات هؤلاء الأعداء لن يسكتوا إن تراجع المتنازلون عن تصريحاتهم أو حاولوا تأولها بما يتوافق مع الشريعة ومن زاوية ثانية خصومهم الفكريون الذين ينادون بحق بحرمة التنازلات لكن لا يحسن بعضهم التوازن بين بيان فساد المنهج من جهة والرحمة بالمخالفين وإرادة الخير بهم من جهة أخرى مما يجعل العزة بالإثم تأخذ هؤلاء المتنازلين ويطغى عليهم الانتصار للنفس ومن زاوية ثالثة عوام الناس الذين يعلمهم المتنازلون في المساجد أن التذبذب والمراوغة ليست من صفات المؤمنين العوام الذين يحبون الشجاعة والجرأة والمتنازلون يحرصون على إرضاء قاعدتهم الشعبية وإقناعهم بسداد منهجهم وإبطال منهج مخالفهم فكان لابد من أن يظهروا منتجمين مع تصريحاتهم ومواقفهم لأنه كما بينا في الحلقة الماضية يبدو الشخص الذي يتصرف بأشكال متناقضة في عيون الناس متقلبا غير واثق مشتة الفكر غير جديدا بالثقة وهذه الخصائص كلها مكروهة من المجتمع ومن الشخص نفسه فأراد هؤلاء المتنازلون أن يظهروا متوافقين في تصرفاتهم ويتجنبوا ما يمكن اعتباره تضاربا في مواقفهم أمام شعبهم وسط هذه الأقطاب الثلاثة إرضاء العداء والعناد مع الخصوم الفكريين وكسب ثقة الناس المحبين للشخصية المنسجمة انبرى المتنازلون للدفاع عن مواقفهم وتصريحاتهم المصادمة للشريعة حاطبين في الليل لأي دليل شرعي أو عقلي يشهد لها على طريقة اعتقد ثم استدل وهي طريقة لا يصيب حاملها الحق أبدا خاصة إذا فقد التجرد ودفعه التعصب إلى أن ينتصر لنفسه وحتى يقنعوا الناس كان لابد أن يقنعوا أنفسهم أولا ففاقدوا الشيء لا يعطيه وخدعوا أنفسهم للأسف حتى أقنعوها حصل تغير حقيقي في النفسيات التي أصبحت تصريحاتها ومواقفها جزءا من كيانها خاصة مع وجود التوثيق والالتزام العلني المكتوب والمرئي والمسموع أصبحت مواقفها جزءا من كيانها فوجدت نفسها تدافع عن مواقفها كما تدافع عن كيانها وبهذا قاد الالتزام إلى التوافق التزموا بتبعات تنازلاتهم ثم وافقوا نفسياتهم مع هذه التبعات هذا التوافق هذا التغير في النفسيات سهل تقديم تنازلات أكبر وكلما كسر باب من أبواب الثوابت اجترئ على ما بعده وأتى أصحاب التصريح الأول بثان هو من لوازمه وتبعاته وانتصب جيش المبررين الجاهز للدفاع عن هذا التنازل الجديد أيضا وفي كل مرة ينقشع غبار المعركة عن تحويل مسألة من القطعيات إلى مسألة ظنية اجتهادية وهكذا جاء الهدم على الثوابت واحدا تلو الآخر والعجيب أن هؤلاء المتنازلين كثيرا ما يبررون تنازلاتهم الجديدة بعبارات لا تعني إلا أنهم وقعوا في الفخ وهي قولهم لنكن صريحين فالذي يقبل بالديمقراطية وشروطها عليه أن يقبل باستحقاقاتها لا يجوز أن نتحدث عن العدالة والمساواة والحرية ثم نضع الشروط المانعة أي الشروط الشرعية المانعة من التطبيقات المنحرفة للديمقراطية يذكرون هذه العبارة الببغائية وكأنها الدليل الناسخ لكل دليل وما هي إلا تعبير صريح عن أنهم نصبوا لأنفسهم فخا محكما أعانوا أعداءهم عليه ثم وقعوا فيه وأوغلوا بدلا من الرجوع إلى الحق كان هذا ما يتعلق بعاملي التوثيق والالتزام العلني وسنتكلم في المرة القادمة بإذن الله عن عاملي بذل الجهد الإضافي والدافعية الذاتية لكن نقول ختاما إخواني لأجل هذا كله ولحكم يعلمه الله حذر عز وجل من الانحراف البسيط وغلض عقوبته فهو سبحانه يعلم هذه العواقب الوخيمة ونحن كبشر أضعف من أعدائنا الذين يكيدون ويوظفون العلوم النفسية والاجتماعية والسياسية والعسكرية لحرفنا عن ديننا وردنا عنه أضعف منهم إلا أن نعتصم بحبل الله ونعض على سنة نبينا بالنواجذ ونلزم المحجة التي لا يزيغ عنها إلا هالك انظر إلى قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا هذا الشيء القليل لن يكون فعلا كفريا يقينا فالفعل الكفري ليس شيئا قليلا ومع ذلك لو وقع منه عليه الصلاة والسلام إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا لصير لأذاقه الله عذابا مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة انظر إلى قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك عن بعض ما أنزل الله إليك وانظر إلى قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا والله من تصر المتنازلون في الدنيا ولن تنصرهم تنازلاتهم من عذاب الله في الآخرة إلا أن يتداركهم برحمته ويردهم إلى الحق ردا جميلة أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون هذه الآيات أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر في بعض الأمر فكيف بمن أطاعهم في الديمقراطية كمنهج حياة فمن تعام عن هذه النداءات الإلهية كلها ففقد الحصانة ففقد الحصانة وضره كيد أعدائه فلا يلومن إلا نفسه نسأل الله أن يهدي الضالين ويصلح أحوال المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إخوة الكرام بكرنا في الحلقة الماضية دور عاملي التوثيق والالتزام العلني في حرف الدعوات عن مسارها بحيث يبدأ الأمر بتصريحات تبدو عديمة التبعات لكنه ينتهي بتغير النفسيات بحيث تتنكر للشريعة وتتقبل المناهج الوضعية وتتحالق مع أعداء الأمة وربطنا ذلك بأسلوب الالتزام والتوافق ذلك الأسلوب النفسي الذي استخدم من قبل في تغيير نفسيات الأسرار سنتابع اليوم بالحديث عن عاملين مهمين آخرين لإنجاح أسلوب الالتزام والتوافق في حرف الدعوات ألا وهما الاختيار الذاتي وبذل الجهد الإضافي أما الاختيار الذاتي فقد رأينا أن المحاققين الصينيين كانوا يقدمون للأسير الأمريكي جائزة تافهة مقابل كتاباته التي قدم فيها شيئا من التنازل وذلك حتى يحس الأسير أن كتاباته هذه ملكه ونابعة من ذاته بدون أن ينظر لنفسه على أنه كتب ما كتب من أجل جائزة كبيرة أي لألا يشعر بأنه غير مبادئه من أجل مقابل مادي إذ أن المراد لهذا الأسير هو أن يتقبل المسؤولية الذاتية الداخلية عن عمله وكتاباته ويشعر بأنه صاحب القرار فيها وملزم بها ومضطر للدفاع عنها ما إسقاط ذلك على واقع الحركات الإسلامية عندما قدمت هذه الحركات التنازل تلو التنازل هل وعدت في مقابل ذلك بدولة إسلامية والتمكين الفعلي للشريعة أو التحرر من التبعية والاعتماد الاقتصادي والغذائي على الغرب لا إذ لو وعدت بذلك لأحست أن عدوها يساومها على مبادئها في مقابل هدف يعلم أهميته عند هذه الحركات وحينئذ فإنه سيصعب على هذه الحركات التخلي عن هذه المبادئ التي أحست باستهداف عدوها لها لأن الصفقة ستكون واضحة قومي أيها الحركات بعمل لا يتفق مع دينك وعقيدتك كي تخدم دين الله صفقة لشراء الذمم وخوض الوحل في سبيل الوصول إلى غاية نظيفة وهي صفقة تنفر منها النفوس مهما كانت الغاية عظيمة فحتى لو قبلت الحركات الإسلامية هذه الصفقة فإنها لن تقبل المسئولية الداخلية عنها ولن ترى التنازل الذي قدمتها جزءا من كيانها ولن توافق نفسياتها لتتناسب مع هذه التنازلات إذ أنها سترى هذه التنازلات حينئذ شيئا منفصلا عن سلوكها ومنظومتها النفسية قامت به كحالة استثنائية من أجل تحصيل هدف عظيم ثم سترفضه وتتبرأ منه بمجرد تحصيل هذا الهدف وليس هذا هو الذي يريد الأعداء تحقيقه بل هم يريدون لمنتسب الحركات الإسلامية أن لا يحس بالاستدراج بحيث إذا نظر إلى نفسه في المرآة مساء لا يحس أنه يرى صورة رجل غير مبادئه فإذا قالت له نفسه أجبت أعداءك إلى ما طلبوه منك رد عليها بل أنا صاحب القرار وأنا اخترت أن أفعل ما فعلت بقناعة منبثقة من نفسي وذاتي وإن قالت له نفسه إنك تتنازل رد عليها أتنازل من أجل ماذا الذي يتنازل الذي يتنازل يغرى عادة بشيء يحرص عليه إنما أنا أتلمس فلتات العدو وسهواته ونقاط الضعف في نظامه وقانونه لأحقق منفعة لدينه والتصريح الذي صرحته والموقف الذي اتخذته لا يشكل خرقا كبيرا لمبادئي وعقيدتي إذن فهو يوهم نفسه بأنه يغافر العدو وينسل من خلال ثغرات نظامه لا أنه يساوم على مبادئه كان هذا فيما يتعلق بعامل الاختيار الذاتي وهو كما في كتاب التأثير وسيكولوجيا الإقناع أهم معامل لإنجاح أسلوب الالتزام والتوافق العامل الرابع والأخير هو بذل الجهد الإضافي رأينا في الحلقة الأولى إخواني من سيكولوجيا الانحراف أن الشخص الذي يخوض ألما وعناء شديدين في سبيل الحصول على شيء ما فإنه يعطي هذا الشيء أهمية أكبر بكثير ممن حصل عليه بجهد قليل في حالة الحركات الإسلامية فقد كان واضحا تماما أنه يراد لها بذل جهد كبير في الانتخابات البرلمانية وصرف الأوقات والأموال والجهود في حشد الأصوات وتنظيم الحملات ثم بذل الجهد الكبير لتحصيل منصب الرئاسة إذ جاء بعد استثناء بعض المرشحين ثم تزج بمرشحين جدد ظاهري الفساد ولم يكن تحصيل المنصب من الجولة الأولى ثم لم يكن بفارق كبير وكذلك الأمر بالنسبة للدستور وفرض العسكر لشخصيات في تأسيسيته وفي كل محطة من هذه المحطات تثور فزاعة العلمانيين والفلول ويصلت سيف المحكمة الدستورية لتقطيع الحبال وإلجاء الناس إلى حبل نجاة جديد موهوم كل هذا حتى تعطي الحركات الإسلامية قيمة كبيرة للإنجازات الهزيلة التي وصلتها بشق الأنفس فمنصب الرئاسة منزوع الصلاحيات ليس الرئيس فيه سوى خادم للنظام الوضعي المصادم للشريعة وملبس لهذا النظام لحية تطفي الشرعية عليه ثم تحمل إرث فساده الثقيل والدستور الجديد ما هو إلا اجترار للدستور السابق مع إضافات هزلية هزيلة لم تغير من حقيقته الشركية شيئاً ومع هذا كله اعتبرت الأحزاب الإسلامية هذه الإنجازات إنجازات كبيرة يجب الدفاع عنها والاستماتة في سبيلها وقدمت التنازلات الفاحشة من أجلها لأنها وصلتها بعد بذل جهود كبيرة رفعت من قيمتها في نفوسها مع أن هذه الإنجازات بحد ذاتها انقلبت هزائماً وعبءاً ثقيلاً ذات بيعات مدمرة للدعوة وحتى لا تصحو الأحزاب من ثمالة التنازلات ولا تقرع باب الفرج الحقيقي كان لابد من تلهيتها كل فترة بإنجازات تعثر عليها في تنايد هليز الفشل فمرة يسمح لها بتغيير قيادات الجيش ومرة توهم بلعب دور تاريخي في حرب غزة ثم تضخم هذه الإنجازات من الطرفين فالإعلام العميل ودوائر السياسة الصهي صليبية تتظاهر بالارتجاف والهلع من هذه الإنجازات تظاهر الأب بالخوف من السيف البلاستيكي الذي أشهره طفله في وجهه مع أن الأب هو من جاء له بهذه اللعبة ولو كانت دوائر السياسة خائفة من النتائج بالفعل لحركت الجيوش دون روية كما فعلت في مالي ومن ناحية الحركات الإسلامية والإعلام الخاص المتعاطف معها فإنها تضخم هذه الإنجازات وتبحث عنها بالمجهر في زوايا الدهليز لأنها لا تريد أن تصحو على حقيقة الفشل المرة ولا أن تقتنع بخطأ مسلكها وضرورة الاستدراك وقرع باب الفرج الحقيقي الذي لا تريد الآن هذه الأحزاب تحمل تبعاته بعد هذا نقول إخواني ما سبق كله إنما هو مصداق قوله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا مُّبِيْنًا والقائل سبحانه وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عندما نبين أخطاء بل معاصي الحركات الإسلامية يرد علينا يا أخي هل تشكوا أنهم يريدون الإصلاح هل أنت تخونهم والجواب إخواني أنه عندما يحيد الإنسان عن أمر الله وهو يعلم فإن الخطأ يساوي الخيانة مهما كان الهدف فإن من يبرر لنفسه أن يختار في غير موطن الاختيار ويخالف الأدلة ويترك المنقول للمعقول فإن هذا الزيغ هو بحد ذاته الخيانة حتى لو كان الهدف بمعصية الله خدمة دين الله يصبح الخطأ خيانة لأن النتيجة واحدة هدم الإسلام ونقض عراه وتشويه الدعوة وشماتة الأعداء يصبح الخطأ خيانة لأنه لا يتعلق بمعاصم فردية يمارسها الفرد في الخفاء ثم يتوب منها فيتوب الله عليه بل معاصم تؤثر في حياة شعوب بأكملها وتضر بدنياها وأخراها يصبح الخطأ خيانة لأن الله عز وجل حذر من قليل الميل والركون إلى الأعداء وطاعتهم فعصى هذا المخطئ ربه يصبح الخطأ خيانة لأن الله أمر بالأخذ بالإسلام كافة وحذر من اتباع خطوات الشيطان فعصى هذا المخطئ ربه لذا فإني لا تستهويني نظرية أن هذا الحزب أو ذاك باع ذمته وعقد صفقة مع أمريكا أو غيرها في الغرف المغلقة بل لا يظن أن أعداء الأمة سيواجهون الأحزاب بطلب صريح أن تخون أمتها إذ هم يريدون ضمان عامل الاختيار الذاتي كما أسلفنا لكن في المحصلة لا فرق فالخطأ والخيانة سيؤديان المهمة ذاتها ما يحدث في الغرف المغلقة ليس شرطا أن يكون اتفاقا على الخيانة وإنما يدخل هؤلاء وقد خسروا المعركة نفسيا اتداءا وفقدوا البوصلة الشرعية وتملكتهم فكرة إعطاء صورة معتدلة عن أنفسهم وهذا كله يقود إلى أن يصبح التنازل مبدأا والخيانة اختيارا ذاتيا ولذا فحين نخاطب الناس بأن هذا الفعل أو ذاك من الأحزاب مخالف لقال الله وقال رسوله وأجمع المسلمون فإنه من العجيب أن يكون الرد لكن يا أخينيتهم خدمة الإسلام ما شأننا والنوايا إخواني ومن قال أننا نتهم النوايا بإرادة الخيانة وأذية الإسلام إنما نتهمها بما ظهر من مخالفة الدليل الشرعي وحينئذ فالخطأ هو الخيانة وبعد إخواني فقد حاولنا في هذه الحلقات تناول موضوع الانحراف عن منهج الله من الناحية النفسية كبعد جديد متكامل مع البعد الشرعي الذي يتم تأصيله في سلسلة نصرة للشريعة وليس الهدف من هذا التناول هو تحديد الموقف بناء على الأدلة العقلية والدراسة النفسية فهي معرضة للآراء والاجتهادات والخطأ والصواب وإنما تحدد المواقف بناء على الأدلة الشرعية ومن أعظم الخير أن نمتثل لأمر الله تعالى انقيادا وتسليما ويقينا بحكمة الله وعلمه ورحمته وإنما تناول الموضوع من الجانب النفسي استئناسا ومحاولة لفهم شيء من حكمة الله عز وجل إذ غلظ عقوبة التنازل عن ثوابت الدين وحرم قليله وكثيرا نسأل الله عز وجل أن يهدي الضالين ويرد الأحزاب إلى صراطه ردا جميلا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا